دكتور عبدالله يعني بداية تداعيات التطورات هتكون ايه بعد تصريحات كلا الطرفين الروسي والبريطاني انا اعتقد انه التداعيات هتبدأ برد مماثل لطرف الديبلوماتيين الروس روسيا ستطرد عدد مماثل من الديبلوماتيين البريطانيين الموجودين في موسكو وبالنسبة للاجراءات الاقتصادية التي ستفرضها لندن لم تفرضها بعد اعلنت عنها بتجميد ارصد بعض رجال الاعمال الذين يوصفون بانهم قريبون من رئيس بوتن او الحكومة اعتقد ان روسيا ستتعمل مع ذلك بشكل مختلف لانها تعمل للحفاظ على علاقات اقتصادية ولو انها اقدمت على اجراء اقتصادي فسيدر بريطانيا اكثر من اي شيء اخر وهو مثلا تجميد او وضع قيود على حصة شركة بريتش بتروليوم البريطانية التي تملك نسبة 20% في رأس مال اكبر شركة نفط روسية روس نفط اسمها اذا حدث ذلك فده سيؤثر بشكل كبير على شركة بريتش بتروليوم وعشان كده انا اتوقع انه يتم الاحتفاظ بالخلاف ده في الاطار السياسي باكثر منه في الاطار الاقتصاد يعني يا فندم في سياق اللي حضرتك بتقوله هل تتوقع انه تشهد هذه الازمة يعني تصعيد ولا تهدئة في الايام المقبلة انا اعتقد انها تشهد تصعيد غير مبرد من جانب بريطانيا ولكن روسيا روسيا تحاول ان تحجم هذا التصعيد بشكل هادئ جدا وان كان الاعلام الروسي بيستفز البريطانيين بالقول انه يعني ما قيمة جاسوس ورقة اتحرقت واحنا سلمنا لانه حتى السجن يعني رعايته في السجن خسارة فانتو خدوه لانه رجلكم خدوه